خلينا نروح للموضوع اللي انت فتحتيه في مدخل في بداية الحلقة ويل سميث يعني بالتأكيد كانت مفاجأة مبارح اكثر من رائعة لهذا الشعب زيارة شديدة الروعة والجمال اللي عايز اقولك ان صور مبارح مع ابو الهول وفي الاهرامات هو وعائلته هو ما كانش معاه مراته وولاده كان معاه أصدقاء لا والدته تقريبا أشقاءه ده اللي كنت قريطه على المواقع يعني عايز اقولك ولا اجمل ولا اروع هو قال ان هو كان نفسه يكون عالم ايجيبتولوجي علم مصريات وهو صغير السعادة والفرحة وحالة الامان اللي يتكلم بيها عن مصر وقال ان هو الزيارة دي نفسه يعملها من 2006 وان هو كان يتكلم مع الدكتور زاهي حواس قبل كده هو كان يعرفه والدكتور زاهي كشف ان هو كان نفسه يعمل الزيارة دي من 2006 لكن كان خايف بسبب ما يتردد عن نصر ويقال عن نصر وفوجئ بالزيارة دي وقاله كمان ان هو وعده بالزيارة السنة الجاية لسيوة حييجي فيها مع امراته والدكتور زاهي تقريبا قال له ان هو حيجدده حبهم من اول وجديد انا بشوف ان دي زيارة رائعة لو احنا قدرنا ان احنا نستقطب زي ما جنبنا دبي وغيرها من الدول بتفكر بطريقة دي وبتستقطب نجوم عالميين لبلدها قد ايه دي رسالت مش محتاج بقى ولا انا محتاج الخارجية تطلع تقول ان احنا وضعنا امن ولا محتاج الاستعلامات ترد على الاكاذيب اللي بتحصل ولا محتاج الدخلية تطلع بيانات ولا محتاج اي حاجة يعني وجود الناس دي هو ده الامان بعينه هي دي الرسالة بعد انا يمكن عايز اقول حاجة عن